اشتركوا في القناة من الطفولة وهو بيتكلم معها بعدما رجع من مسابقة ICM للبرمجة وبنعرف وقتها انه خد الميدالية الزهبية لحصوله على المركز الاول وكمان هيدخل نفس الجامعة بتاعتها علشان يكونوا مع بعض والصبح بنشوف فان رئيس اتحاد الطلبة وهو بيستقبل الطلاب الجدد ولما جيه بيقول انه كل الطلبة وصلوا معادة طالبة بيطلب منه ويخدهم للجامعة وبيتصل عليها وبترد انها جاية في السكة وبتاخدها جاري لحد ما بتوصل له وبتعتذر بسبب التأخير وهم في التاكسي فان بيشوف الرواية اللي شغال عليها واللي بتكون بعنوان طبيب شرعي متعطش للدماء فبيسألها عن سبب اختيارها للعنوان وبترد ان اغلب الاطباء الشرعيين منحرفين من غير ما تعرف انه بيدرس طب شرعي ولما بيوصلوا الجامعة فان بيقولها على مكان التسجيل وبيفهمها انه لازم يمشي علشان اتأخر وشوية وكاي بيروح يديلها الموبايل علشان تكلم اهلها علشان يطمنوا عليها بسبب موبايلها المقفول ووقت ما تشو وقفة في طبور التسجيل بتسمع زميلها وما بيتكلموا عن فان وبتتصدم لما بتعرف انه بيدرس طب شرعي لدرجة انها بتتخيل انه هينتقم منها وبتتنقل لصف تاني ولما تشو بتوصل لدورها في التسجيل جينا زميلة فان من الطفولة بتلاحظ نظراته المتكررة للتشو من غير ما تعرف السبب ووقت ما تشو بتشتري طلبات من وي زميلتها في السكن واحد بيروح يقولها انه عاوز يتعرف عليها فبتتكلم معايا باني علشان يبعد عنها وفان بيسمعها ووقت ما بيأكلوا مع بعض زميلتهم لينجي في السكن بتنضم ليهم وبتكلموا على الاقسام اللي في الكلية واللي من ضمنها طب الشرعي ومجالاته المتميزة وبالليل بنشوف تشو وهي بتاخد جولة مع نفسها لحد ما بتدخل معما للطب الشرعي ولما الباب بيتفتح بتستخبها تحت ترابيزة لحد ما فان بيشوفها فبيسألها دخلت هنا ازاي وبتردها برا وتاني يوم بنشوفهم وهما بيستعدوا للتربية العسكرية وفان بيقسمهم لمجموعات علشان يجروا وتشو و لينجي بيجروا بالعافية وهم بيرتاحوا في السكن لينجي بتحاول تقنع تشو انهم يحطوا مكياج على وشهم علشان يمثلوا انهم تعبانين وبتوافق وهم وقفين في الطبور لينجي بتعمل نفسها تعبانة وتشو بتحصلها ولما المشرف بيروحوا يطمن عليهم تشو بتقول انهم اكلوا حاجة بايزة فبينادي على فانة علشان يعقبهم بعد ما اكتشف انهم حطين مكياج وشوية وبنشوفهم هما بيلعبوا ضغط بالعافية وفان بيفهمهم انهم مش هيسعبوا عليه وهم في السكن زميلتهم نوة بتسألهم مين اللي حرك حاجتها فبيردوا ان كان فيه تفتيش في القوضة وبينلاحظ ان محدش طيقها بسبب اسلوبها وهم بيتكلموا مع بعض بصوت عالي نوة بتقولهم يوطوا صوتهم وبتخرف بالكلام وساعتها بيشيلوها هما التلاتة لحد ما بيوصلوها للمستشفى ولما الدكتور بيقولهم انها داخل بسبب العلاج اللي بتاخده بيستنوها لحد ما بتفوق وبيفقروها بالكلام اللي كانت بتقوله وهي مش حاسة وبيتحكوا على كلامها وتاني يوم بنشوفهم هما بيعملوا تمارين الكرفصاء ولينجي وتشو بيجيبوا اخرهم وبيترجوا المشرف يسيبهم يرياحوا شوية وهما في السكن بيقلبوا زومبي بسبب انهم ما بيكونوش عارفين يدوسوا على رجلهم وانهو بتطمنهم انهم يخضوا على كده لما يتمرنوا اكتر ووقت ما تشو رايحة تدريب بالعفية كاي بيوقع كبها بالغزب فبتقول ليجيبهولها علشان مش قادره توطي فبيسيبها ويمشي وساعتها بتحاول مع نفسها لكنها ما بتكونش قادرة لحد ما فان بيجيبهولها وبتشكره ووقت ما جينا بتلقي خطابها للطلاب المستجدين بخصوص انتهاء التربية العسكرية بيتكتب على اللوحة اللوراها ان خطابها زي الزفت وما بيكونوش عارفين مين اللي عمل كده وبيضحكوا عليها ووقت ما فان بيتكلم مع صاحبه بخصوص المخترك اللي هقر الشاشة وحرك جينا بيشوف تشوه هي ماشية فبيفضل يبص عليها لدرجة انه بيمشي وراها من غير ما يحس بنفسه لحد ما بتختفي عن نظره مرة واحدة فبيدور عليها في نفس الوقت بالروح لهوانج بطل التنس وهو نايم في الزرع علشان يبعد عن المعجبين ووقت ما نوى بتشلي الملصقات بتاعته بيروح يمضيلها على التشيرت بتاعها علشان تبعد عنهم وبتمضيله هي كمان على التشيرت بتاعه وبتفاهمه انها مش معجبة ولما فان بيرجع السكن بيلاقي هوانج هناك فبيقول له انه زميله الجديد في السكن وبيعمل شوية تمرينات بصوط عالي وفان ما بيكون ش طيقه ووقت ما تشو بتاكل مع نوى في الكفاتيريا علشان تكلمها بالمرة في نادي المحققين اللي النفسها تفتحوا في الجامعة فان وهونج بيروحوا لنفس المكان علشان يفطروا فيه ولما نوى بتقول لها انها لازم تقنع اتحاد الطلبة الاول بالنادي علشان يساعدوها تشو بتطلب منها تساعدها في انها تتكلم مع فان فبتاخدها وبتروح له ولما هونج بيقول لنوى انه مش فاضي للمعجبين دلوقتي بترد انهم جايين علشان فان فبيتحرجوا بيؤمن على الاكل ونوى بتستأذن علشان تسيبهم على روحتهم وشوية وفان بتجيلي مكلمة انهم لسه ملقوش الهكر وساعتها تشو بتستغل الموقف وبتقول له انها هتساعدو في العصور عليه مقابل انه يساعدها في انشاء النادي وبتروح تسأل كاي ان كان متورط في الموضوع وبيرد انه ما عملش حاجة وساعتها بتروح تقول لي فان انه عندها خطة كويسة وبنعرف انها عاوزة تستفز الهكر بخطاب هتكتبوا بأيديها علشان يرد عليها هو كمان ويتعرفوا على خطه ولما كاي بيشوف الرسالة بيعرف ان تشو هي اللي كتباها فبيرد عليها وشوية ورسالة بتوصل لهم وفان بتصدم لما بيلاقي الهكر كاتب اسمها وبيسألها ان كان يتعرف حد في قسم البرمجة وبتعرف انه كاي وساعتها بتروح تستنى لحد ما بيخرج وبتضربه وهم عادين مع بعض بتفهموا انها حطاها في موقف وحش لانها اعتذرت لجينا علشان تضمن انه ما يتعرضش للأزا وشوية وبيجي لها مكالمة من المدير ليو فبيروحوا ليه على المكتب وهناك بتشوف جينا وهي بتتهمها لكن فان بيتدخل على اخر لحظة وبيوري له خط كاي وهم ماشيين مع بعض تشو بتسأله عن النادي فبيرد انها ممكن تفتحوا لانها ساعدتهم وبتفرح جدا ووقت ما تشو بتفتر مع زميلها بتقولهم على الرسالة اللي بعتتها لاتحاد الطلبة بخصوص النادي بتاعها لكنهم مردوش عليها وساعتها بتروح تتكلم مع فان فبيقولها انهم كانوا مجغلين الفتر اللي فاتت ولازم يكون عندها خمس اعضاء على اللي قال علشان تفتح النادي ولما بتقوله انها تجيبهم خلال نص ساعة بيظبط الطايمر على نص ساعة وبيستناها فبتعمل اكتر من مكالمة حد ما بتجمع اربعة والوقت بينتهي فبتقوله يصبر عليها شوية وبيرد ان عاوز ينضم لها وبتفرح جدا في نفس الوقت بنشوف جي وهو بيقدم لاعضاء نادي التنس هوانجي سبب اللي حصل منه قبل كده فبتقوله انها تتحدى وبيلعبه ضد بعض لحد ما بتتصافه بيعرض عليها بخاخع علشان يخافف القلم لكنها بترفو تاخد منه حاجة وبيرجع يحطها في الشنطة وهو متدايق ولما جيب يروح يديلها مياه ساعة وبتاخدها منه هوانجيب يتدايق بسبب التفرقة اللي بتعملها بينهم ولما فان بيشوف تشوهي نايمة في المكتبة بيقرب منها علشان يتأمل في شكلها لكنها بتفوه فبتسأله بيعمل ايه هنا وبيرد ان المكتب هتقفل ولازم تمشي وهو في السكن ما بيكونش قادر يطلعها من راسه لدرجة انه مش بيعرف الزاكر كويس من تفكيره فيها وشوية وبنشوف تشوه وهي بتتكلم مع زميلهم فانج علشان ما يسيبش هدايا لنوة مرة تانية وبتدخل تقولها انها اكتشفت هوية اللي كان بيسيب لها هدايا محرجة وهي ماشي من جنب المعمل بتكون خايفة من فانج لا يعمل فيها حاجة فبتمشي بسرعة لحد ما بتركب الأسانسير ولما الأسانسير بيفتح وبتلاقي فوشها بتدوس على الزرار بسرعة وبيعطل بها مرة واحدة فبتحول تتصل على اي حد وفان هو اللي بينقذها وهم ماشيين سوا تشوه بتشكره بسبب مساعدته وبتتصدم لما بتشوف فانج قاعد قدام سكانها وشوية وبيلاقوا لنج رايحة تاخد منه الهدايا وبنعرف انه بيحبها وساعتها بيعودوا معهم علشان يفهموا اللي بيحصل وبنعرف وقتها ان الهدايا رحت لنوبة الغلط وانها كانت مبعوتة للينج حبيبته ولما لينج وفانج بيمشوا فان بيطلب من ان تشو تعزمه على الغداء طالما عاوزة تشكره وساعتها بتروح تشحت من زميلها اللي في السكن اي فلوس علشان معهاش تمن الخروجة وهم في المطعم تشو بتتصدم لما بتلاقيه مختار مكان نظيف لحد ما بتمسك المينيو وبتتصدم اكتر من اسعار الاكل ولما الجرسونا بتسأله ما يطلبوا ايه وفان بيرد وتشو بتقوله انها مش عاوزة تاكل لحوم علشان تعبنى منها وبتطلب صلطة وسمكتين ولما بيخلصوا اكل تشو بتقوله ان هي اللي هتحاسب وبتتصدم لما بتعرف ان الفاتورة عاملة 700 يوان وزاعتها فان هو اللي بيحاسب وتشو بتوعده انها تسدد له الفلوس على لقصات والتاني يوم بنشوف فان وهو اخد تشو علشان يوريها المكان اللي هيعمله فيه نادي التحيات بتاعهم وشوية وبنشوف جينا وهي رايحة تتكلم معاهم فبتترجهم يكلوا معاها لحد ما بيعودوا سوا وبتلاحظ ان فان مهتم بتشو وتتدايق ووقت ما تشو بتزبط المكان جينا بتروح تتكلم معاها بخصوص علاقتها بفان فبترد ان ملهاش اي دخل في علاقتهم وانهم مجرد اصدقاء ولما جينا بتقولها انهم اتربوا مع بعض وقت ما كانوا صغار لكن امها هي اللي بوازت علاقتهم وتشو بتقولها تحل مشاكلها مع نفسها وبتفهمها ان كان لازم تدفع عنه وفان بيسمعهم وشوية وبتجمع اعضاء النادي علشان تعملهم اختبار وبتقفل عليهم الباب وساعتها بيجي لهم رسالة بيكون مكتوب فيها يبصوا تحت الكراسي بتاعتهم وفان بيمشوا وراء الادلة اللي تشو حطها لحد ما بيلاقي المفتاح وهم خارجين بيلاقوا صورة المحاق كونن فبيقولهم انها احداثيات المكان وبيروح يدور عند البلالين لحد ما بيلاقي البلونة اللي مرسوم عليها وبيروح يسلمها لها ولما تشو بتقوله انه كان نفسها تدخل المعمل بتاعهم علشان تكمل اللعبة فان بيحقالها امنيتها وبيدخلها جوه وكمان بياخدوا كم صورة للذكرى لحد ما الحارس بيسمعهم فبيستخبوا منه وبيتحطوا في موقف محرك وتاني يوم بنشوف فان هو رايح يطلب من زميلته تقعد معاه بسبب ان رقابته ملوحة وبنكتشف انه عمل كده علشان يتابع تشو من مكانه وشوية وبنشوفه ورايح يقول لها تركب وراه لحد ما بيطلب منها تفتح شنطته فبتلاقي فيها الكتاب هدية وبتفرح جدا وشوية وبنشوفهم وهم بيشتروا سوا وقبل ما يمشوا فان بيطلب منها تجيب اشتنط بتاعتهم فبتجيبها وبتقفل على التشيرت بتاع فان بالغزب وساعتها بتحاول تفتح الخزنة مرة تانية لكنها بتفتح كام واحدة بالغلط ومش بتقدر تمسك نفسها من الدحك لحد ما بتوصل للخزنة اللي قفل عليه وبتفرح جدا ولما نوة بترجع للسكن وبتلاقيهم مساودين المكان بتسألهم مين اللي مات فبيردوا انهم عاوزين يميزوا السكن بتاعهم عن باية زميلهم وشوية والمشرفة بتدخل تقول لهم انهم مش هيكسبوا مسابقة افضل سكن بسبب الهباب اللي عملوه وبيردوا انهم هيعدلوه ووقت ما تشو بتقلب في حاجات كاي بتلاقي برويجيكتور صغير وهي طالع تركيبه بتقع وكاي بيحضنها وبيتصدم وساعتها بيقعد على كرسي هو مصدوم بالسبب اللي حصل لدرجة انه مش بيرد على تشو وبيطلع يجري بعدها بيردوا لهوانج وهو بيحاول يلفت نظر نوة في معرض الفنون لكنها مش بتعبروا فبيردوا يتكلم معها شوية وبتنفض له لحد ما جيب يروح لهم فبتقابلوا بطريقة كويسة وهوانج بيتدايق ولما تشو بتروح للبروفيسور هو معلم فان علشان تستعير الهيكل العظمي اللي عندهم وبيرفضوا وبتطلب من فان يتدخل وبيحاول يقنعه لحد ما بيروح يجبهولها وبيرجع وهم عاديين مع بعض تشو بتسألوا عن سبب اهتمامه بيها وبتفتكر كل المواقف اللي ساعدها فيها ولما فان بيطلب منها تشغل دماغها تفكيرها بيروح لبعيد وبتخلع ولما فان بيتصل عليها التاني يوم وبيقول لها ترجع الهيكل للمعمل علشان يشوفها بتروح تديل لكاي علشان يسلموا مكانها لكنه بيرفض وبيدهولها علشان تسلموا بنفسها ووقت ما تشو بتتكلم مع البروفيسور هو عن الرواية بتاعتها بتسمع صوت كاي فبتروح تشوفه وساعتها بيقول لها تيجي معاه حالا وبيروحوا يعودوا في كافية علشان يعترف لها بحبه لكنه مش بيقدر فبيقول لها انه عاوز فلوسه وبتمشي ووقت ما فان في المكتبة جينا بتطلب منه يوصى عليها علشان تشتغل معاه في المكتبة وبيرد انه وصى على تشو علشان معجب بيها وبتطلع تعيط وفي نفس الوقت بنشوف هوانج وهو بيدرب نوة علشان البطولة والعلاقة بينهم بتتحسن ووقت ما تشو قاعدة في القاعة بيجي لها رسالة انها تقابلت في المكتبة وساعتها بتروح تقابل فان فبياخدها في جولة في المكتبة علشان تتعرف اكتر على المكان وشوية وبنشوف نوة وهي بتلعب في البطولة بكل مهارة لحد ما بتتصاب وهوانج بيشيلها علشان تتعالك ووقت ما جيب يستعد للمباراة هوانج بينزل مكانه علشان يلفت نظر نوة وبالرغم من الاصابة اللي في كتفو الا انه بيلعب مهارة لحد ما بيكسب البطولة وهو مسك كتفو ونوة بتروح تطمن عليه فبيقولها انه تمام علشان ما يلقيهاش ولما فان بيدخل على تشو اللي معاها في نادي المحققين كاي بيمسك ايدها قدامه علشان يضايقه وساعتها بيقولها تيجي معاه علشان تساعده في شغل المكتبة وبيمشوا سوا وساعتها لينجي بتقوله انه لازم يصرح تشو بمشاعره علشان ما يخسرهاش وبيرد انه هيعمل كده قريب ووقت ما فان بيعلمها تلزق الحاجة ازاي تشو بتفضل متى النحاله ومش بتقدر تشيل عنها من عليه وهم خارجين من المكتبة المكان بيضل مرة واحدة وبيلقوا المكتبة مقفول عليهم بسبب ان الوقت تأخر من غير ما ياخدوا بالهم ولما تشو بتقوله انها ساعانة بيروحوا يعملوا كوخ من الكتب علشان يعودوا جواه وتشو بتنام على نفسها وتاني يوم بينشوف كاي هو بيسأل تشو كانت فين من مبارح ولما بتقوله ان المكتبة تقفلت عليها هي وفان بيداق جدا وبيقولها انه لازم يعرف اهلها لكنها بتترجمه يعملش كده وبتقنع ان ما فيش حاجة حصلت ووقت ما فان بيجرب اضاءة المسرح بيقرم من تشو وكاي بيدخل يسألهم بيعملوا ايه وتشو بتتحرج وبتمشي وشوية وبينروح لكاي وهو طالع علشان يلقي خطاب بالنياب عن زميله في برمجة وقبل ما ينتهي بيفتكر كلام لينج بخصوص اعترافه بمشاعره لاتشو وساعتها بيقولها على المسرح انه بيحبها وفان بيتصدم ولما زميلها بيرجعوا للسكن وبيلقوها هناك بيسألوها عن السبب اللي خلها ما تخرجش معاه فبترد انه بيستغلها وبتحكي لهم اللي حصل وبنعرف وقتها انها رفضت مشاعره بسبب انه كان بيحب صحبتها قبل كده وبنفهم انها كانت مستنية لحظة اعترافه من زمان لكنه جه متأخر ولما فان بيرجع السكن وبيعود مع نفسه بيكتشف انه كان متابع حواره من الاول وبيعرف انها رفضته ووقت ما فان بيقرأ كتاب في معادلات الحب تشو بتسأله بيعمل ايه فبيرد انه كان بينظف الكتاب وبرجعه مكانه وشوية وبيشوفه واحدة بتتخانق مع جزها وبتفضل تعيط على جنب ولما تشو بتسألها عن اللي حصل بترد ان القطة بتاعتها تاهت وهي حامل وساعتها بيعودوا في كافية مع بعض علشان يهدوها وتشو بتوعدها انهم هيلقوها قريب وبتخرج هي وفان علشان يدوروا عليها في الحديقة لكنهم مش بيلقوها لحد ما الدنيا بتضلم عليهم وبيكرروا يدخلوا مبنى مهجور يدوروا فيه وشوية وبيوصلوا لباب فبيفتحوه وتشو بتتشعلق فرقابته بسبب السلك اللي زهر لها مرة واحدة وبتطلع تعيط بره لحد ما فان بيعزمها على ايس كريم علشان تهدى وبيتفوا انهم يتقابلوا بكرة في المكتب علشان يكملوا تحقيق ولما فان بيرجع السكن بيلاقي هوان جي طير من الفرحة بسبب نوها اللي دعتوا على العشاء وتاني يوم جينا بتروح تطلب من فان انه يساعدها في البحث بتاعها وبيوافق ولما جينا بتقرب منه تشو بتدخل عليهم وبتعتذر علشان قطعتهم ولكن جينا بتخرج تقول لها ما تفهمش غلط وبتستأذن ولما تشو بترجع المكتب فان بيفتكر نصايح الكتاب وبيحاول يشرح لها اللي حصل وشوية وبنشوفهم هم قاعدين يدوروا على القطة لحد ما بيوصلوا لمكانها ولما تشو بتقوله انهم لازم يودوها العيادة علشان حامل فان بيقول لها انه هيولدها في المعمل والعملية بتعدي على خير وتاني يوم بنشوف البروفيسور هو وهو بيهزق فان بسبب انه ولد قطة في المعمل ولما تشو بتروح تتكلم مع الصبح وبتطلب منه يجيب لها شنطتها بيرد انه مش هيقدر يتحرك من مكانه بالسبب انه متعاقب وبيعود يتحكوا سوا ووقت ما تشو في المكتبة كاي بيتصل عليها علشان يطلب منها تحضر معاه معرض الفنون وبتوافق في نفس الوقت فان بيستأذن من البروفيسور هو علشان يحضر معرض الفنون مع تشو وبيوافق ولما تشو بتروح له المعمل بيطلب منها تحضر معاه معرض الفنون فبتعتذر لانها وعدت كاي انها تخرج معاه وفان بيتصدم ووقت ما تشو رايحة تركب الباص بتقابل فان هناك فبتسأله رايح فين وبيرد انه هيسلم الملف اللي معاه للمعمل التاني وبيركبه نفس الباص وفي طريقهم من تشو بتحاول تتصل على كاي لحد ما المعلم بتاعه بيرد مكانه وبيقول لها انه مش هيحضر بسبب البحث اللوراه وساعتها فان بيديلها الملف تحطه في شنطتها وبيروحوا المعرض سوا وهما بيتصوروا سوا كاي بيتصل يقول لها انه هرب من الجامعة فبيطلعوا يقابلوه ولما كاي بيديلها هدية فان بيديلها هدية هو كمان فبتستغرب انهم بيعملوها كويس وهم مروحين مع بعض تشو بتقول لهم انها هتروح لزمائلها علشان تتفرج معاهم على تساقط النيازك وهم وقفين مع بعض علشان يفكروا هيعودوا فين جينا بتروح لهم مرة واحدة وبتسأل فان ما بيردش عليها ليه وبيتصدم ووقت ما كاي بيتكلم مع تشو بيلحظ انها بتبص على فان وجينا فبيتدايق من غير ما يظهر لها ولما تشو بتروح تحط الدب دوب تحت الراس فان علشان ينام كويس كاي بيشوفها وبينزل يقعد مع نفسه وهو حزين لانها حبت حد غيره وتاني يوم بنشوف تشو بعد ما رجعت لأهلها مرة تانية علشان تقضي معاهم اجازة نص السنة وهي قاعدة مع اهلها على العشا بيجي لها اكتر من رسالة من زميلها علشان يسألوها هترجع امتى وساعتها بتقول لهم اني فان كان بعت لها رسالة انه عاوز يستقبلها في المحطة لكنها مش عارفة تقول له ايه وخصوصا انها بتتوتر اول ما بتشوفه وبتبعت الرسالة لفان بالغلط وبيشوفها قبل ما تحزفها ولما تشو بتوصل المحطة بتلاقي فان في انتظارها فبتسأله عارف ازاي انها ترجع دلوقتي وبيرد انه كلم اصحابها وبيمشوا سوا وفي طريقهم فان بيسألها عن الرسالة اللي حزفتها من غير ما يقولها انه قرأها فبتكذب وبتقوله انها كانت صورة مبعوتة بالغلط ووقت ما تشو بتحاول تهرب من فان علشان ما يشوفهاش بيزهر لها مرة واحدة فبتتكلم معاه وبتهرب منه وهم بينظفوا المكان سوا فان بيحاول يقرب منها اكتر من مرة لكنها بتبعد عنه فبيقفل عليها الباب وبيعترف لها بحبه وساعاتها بتطلب منه يسيبها دقيقة وبتخرج تعترف له بحبها هي كمان وبتجري وشوية وبيروح يأكلوا مع بعض في كفاترية الجامعة وكاي بيتدايق لما بيشوفهم وهم قاعدين مع بعض كاي بيتصل عليها علشان يسألها عن علاقتها بفان فبترد انه بقى حاببها وبيشرب علشان ينسى ولما تشو بترجع السكن زميلها بيسألوها عن التطورات اللي حصلت بينها وبين فان فبتحكي لهم وساعتها بيقعدوا نوة مكانها علشان تحكي لهم هي كمان وبنعرف انها نوية تعترف لجي انها بتحبه ولما تشو فان بيخلصوا شغل وبيهزروا مع بعض شوية وعلاقتهم بتتحسن يوم عن التاني ووقت ما نوة رايحة قابل جي هوانجي بيشوفها لحد ما بتوصل لمطعم فبتقابل جي وبيقعد في النحية التانية ولما نوة بتعترف لجي بحبها هو كمان بيعترف لها وهوانجي بيضايق جدا لما بيعرف انها بعيته وبيقول في نفسه انه احسن منه ومش هيستسلم بسهولة في نفس الوقت بنتشوف تشو وهي بتدرس لطالب كوري اسمورين لغة صينية وهي خارجة معها فان بيشوفها وبيتضايق بسبب انها هدت له رقمها وهما قاعدين مع بعض فان بيطلب منها تمسح رقمه علشان بيغير لكنها بتكون رفضة في البداية لحد ما بتلاقي زعل فبتكرر تمسحه ولما فان بيرجع السكن هوانجي بيقوله انه مش مهتم بيه وبيفهمه انه ناوي يدور على اي دليل ضد جي علشان يسبت خيانته لنوة وبيرد انه مش مهتم وبينام وتاني يوم بنشوفه ورايح يتكلم مع نوة بخصوص التوكا وصباع الروج اللي لقيهم في الجاكت بتاع جي علشان يسبت خيانته ولما بتقوله انها مش هتحبه حتى لو اثبت خيانته ليها هوانجي بيضايق جدا وبيمشي بعدها بيروح يقابل تشو فبيقولها على البنت اللي جي بيحبها من على منتدى الكلية وبيطلب منها تساعده في الوصول ليها علشان يسبتوا خيانته وساعتها بتقوله انه قاية هو اللي هيساعدهم في الوصول ليها وبيجبوه علشان يحدد مكانها ووقت ما فان بيكتب شوية نصائح علشان يقوي علاقته مع تشو هوانج بيدخل يقول له انه فضل مرائب سكن البنت اللي جي بيحبها طول الليل لكنه مجاش ومش هيمل الى لما يزبط خيانته في نفس الوقت تشو بتقول له صحابها في السكن على كلام هوانج لحد ما نوة بتدخل تقول لهم انها مش محتاجة مساعدة حد في إثبات خيانة جي لان عندها نظرة ما تخيبش وشوية وبيجيلها مكالمة من هوانج انه ليه الدليل وبيبعت لها رقم البنت اللي جي بيحبها في رسالة وبتتصدم ولما لانج بتتصل بتشوه علشان تجيلهم بسرعة بسبب انه نوة هتواجه جي بترد انها مش فاضية لانها مع فان وبتنزل تحت علشان تمشي في السر وبتروح لهم ولما جي بيدخل يقعد مع نوة حبيبته القديمة بتقول له يبعد عنها وبتمشي وبنعرف انه نوة هي اللي جابتها وساعتها هوانج بيقوم يهزقوا وبياخد نوة معاه وزميلها بيقوموا مع جيبي الواجب وبيهربوا ووقت ما تشوه اللي معها بيحاول يقنع نوة انها تاكل اي حاجة هوانج بيتصل عليها علشان تخرج معاه لكنها بترفض وبنعرف انها مكتيبة بسبب انفصالها مع جي بعدها بنروح لهوانج وبتكلم مع تشوه علشان تقنع نوة انها تخرج معاه لمدينة الملاهي وساعتها بتروح لها الساكنة علشان تقنعها بالخروج مع هوانج لكنها بترفض فبتقول لها ان هي اللي هتخرج معاها وشوية وبتقابل فان فبتقول له على الخطة بتاعتها وبنعرف انها نوى تخرج مع نوى علشان توصلها لهوانج وبتطلب منه يساعدها والصبح بنشوفه موما رايحين الملاهي والنوى بتتصدم لما بتشوف هوانج وبتمشي معاه وشوية وبيروح يلعبه مع بعضه وبنكتشف ان نوى قرناصة ممتازة وبيقضه وقته كويس ولما تشوف بتشوف الجرحة اللي في ايدفان بتسأله عن السبب وبنعرف وقتها انه تعور بسبب الخناء اللي حصلت بين امه وابوه وقت ما كان صغير وساعتها بياخدها للمكان اللي قاعد فيه بعد ما عالج جرحه وبيفتكر نفسه وقت ما كان قاعد على الزحليقة وقتها تشوف وتشكره علشان قالها على مكانه السري وبتحاول تنسيل اللي حصل بطريقتها وفان بيفرح جدا ووقت ما هوانجي بيدرب نوى جي بيدخل يتفرج عليهم وبيروح يتكلم مع هوانجي بخصوص انسحابه من النادي ووقت ما هوانجي بيفطر مع نوى بيقول لها على خبر اعتزال جي من النادي بسبب انه هيتنقل لمكان تاني نوى بتتدايق وبتظهر انها مش مهتمة وشوية وبنشوف تشوها يا رايحة اللي فان على المعمل علشان تقابل المعلمة مينج اللي بتدرس لطلاب الطب الشرعي واللي في نفس الوقت تشو بتكون واخدها قدوة لها في الكتابة ولما تشو بتطلب منها تلقي عندهم محاضرة بتوافق بشرط انها تحضر الخطاب اللي هتقوله بكرة وتاني يوم بنشوفها وهي بتسلم الخطاب للدكتورة مينج فبتاخده منها وبتطلب منها تقعد جنبها علشان لو غلطت في حاجة ولما جينا بتقولها ان ده مكانها لانها المضيفة تشو بتقولها ان الدكتورة هي اللي طلبت منها كده وسواني وبياخدوا الموبايلات منهم وجينا بتفتتح اللقاء وبتقعد على جنبه هي مددايقة بسبب ان تشو قاعدت مكانها ووقت ما فان بيصور اللقاء بيجي له مكالمة من رقم غريب فبيطلع يرد وبيعرف وقتها ان امه عملت حدثة ولازم يروح لهم المستشفى ولما بيتصل على تليفون تشو جينا بتمسك موبايلها وبتعمل للرقم حذر ولما تشو بتتصل عليه بعد اللقاء بتلاقي رقم ومغلق في النفس الوقت فان بيحاول يتصل عليها ومش بيقدر يوصلها هو كمان وشوية وبنشوف تشو هي طلع تسأل هونج ان كان شافه وبيرد انه لسه خارج وبيمشي وساعتها فان بيتصل وبيقوله ان امه عملت حدثة وبيحاول يتواصل مع تشو ومش عارف وساعتها بيقابل نوة فبيقولها على كلام فان علشان توصله لتشو ووقت ما تشو بتدور عليه جينا بتقول لها ان فان اتصل عليها وقال لها ان امه في المستشفى وكمان طلب منها ما تقولش الحد فبترجع تعاية في السكن ولما نوة بتسألها عن السبب بترد ان فان عرف الناس كلها ان امه في المستشفى من غير ما يتصل عليها ولو لمرة وشوية وبتروح تعاية مع كاي شوية فبيحاول يهديها وبتعرفوا انها انفصلت مع فان وتاني يوم بتقول لزميلها انها لازم تنتئم وبتاخدهم للكفاتيريا علشان تشتري لهم اكل ببطاقة فان اللي سايبها معاها وشوية وبتروح لتشو وهي بتكلم كاي فبيقولها تجيله المطعم بسرعة علشان جايب لها هدية ولما بتروح له وبتلاقي فان هناك بتحاول تمشي لكن فان بيقولها انه ما انفصلش عنها وبيفاهما انه حاول اتصل بها اكتر من مرة وساعتها كاي بيمسك موبايلاتهم وبيقول لتشو انها كانت عام لحظر اللي فان بالغلط وبتعتذر لانها مش فهمة في الموبايل وتاني يوم كاي بيقابل فان فبيعود مع بعض في مطعم ولما فان بيسأله عن سبب الزيارة بيرد انه جاي يتكلم معابه خصوص انفصاله مع تشو وبيفاهما انه لازم يبقى واضح معاها بدل ما يتحجج ولما فان بيديله موبايله علشان يشوف عدد المكالمات اللي ما وصلتش لتشو بيتحرق جدا وبيفاهما انه مستني اي غلطة علشان ياخد مكانه بعدها بنشوف فان بعدما اخدتشو علشان يشتري لها موبايل جديد وبينزلوا ويعودوا مع بعض شوية وقبل ما يمشوا فان بيجي له اتصال من امه علشان يروح لها على البيت ولما تشو بتطلب منه وياخدها معاه بيردوا انها ياخدها مرة تانية وبيرجع على البيت وبيتصدم لما بيشوف جينا هناك ولما امه بتقولوا انهم لازم يحتموا ببعض فان بيقولها انه بيحب واحدة تانية فبيستأذن وشوية وبينشوف امه هي رايحة تتكلم معاه بخصوص حبيبته فبيوريها صورتها وبتعجبها ووقت ما تشو رايحة تسلم ورقة اختبارها المعلم بيقولها انه رشحها للتدريب اللي هيحصل في بيكين فبتفرح جدا وبتطلع تقول لفان ولما بيقولها انه عاوز يروح معاها بترد انها عاوزة تستقلب نفسها وبتسأله هيقضي اجازته ازاي وبيرد انه مش هيتحرك من الجامعة ولما فان بيرجع السكن بيلاقي هوانج محضر شنطوتو علشان يخرج مع نوة في رحلة الرسم بتاعتها وشوية وبيجيلوا مكالمة من التشو علشان تقنعوا انهم يروحوا مع نوة وبيوافق وهم بيشتروا شوية طلبات بيشوفوا كاي بيشتري شوية طلباته وكمان فبيعرضوا عليه يروح معاهم وما بيصدق يعزموا عليه وبيطلعوا يركبوا سوا ووقت ما بيتعشوا على البحر هوانج بيجيب لهم كم مشروب وبيتقلوا في الشرب لدرجة ان زمائلهم بيشيلوهم للقوضة بتاعتهم ولما كاي بيرجع على السرير تشو بتسند فانا علشان تودي لقوضة تانية لكنها مش بتكون قادرة فبتنقلوا على تربيزة الفندق وتاني يوم بنشوف هوانجو هو بيعترف لنوة بمشاعره مرة تانية فبترد ان هي كمان بتحبه وبيفرح جدا وشوية وبنشوف فانا هو بيوصل تشو لبيتها ولما بيسألها السكنة في اي دور علشان يشيل معها الشنط بترد انه مش هينفع يروح معاها علشان محدش يشوفهم فبيقرر يودعها وابوها بيقفشهم وساعتها بيعود مع بعض علشان يحكيلوا عن بعض قواعد آلتهم واللي لازم يمشي عليها لو عاوز يبقى فرض منهم ولما تشو امها بيعرفهم انهم رايحين المطبخ ابوها بيرد ان الراجل هو اللي بيطبخ فبيتصدموا وبيكلف فانا ان هو اللي يعمل لهم العشا وبيتجسسوا عليه وشوية وانباب بيخبط وبيلقوا كاي فبيقعد معهم على العشا وبنعرف ان ابو تشو هو اللي دعاه ولما بيجربوا الاكل بتاع فان كلهم بيشكروا فيه معاد ابوها اللي بيفضل يشوه من صورته قدامهم وبيشكر في قايه وفي مجاله ولكن تشو امها بيدافه عنه وقبل ما ينامه والد تشو بيفضل ينظف الجوائز الملاكمة بتاعته لحد ما فان بيعرض عليه المساعدة وبيكلفه بمسح الرف كله وبينام متأخر والصبح تشو بتسأله ان كان نام كويس ولا لا فبيفتكر ابوها اللي كان بيتدرب عليه طول الليل وبيشخر وبيفهمها انه ما شافش نومه احسن من كده وهم قاعدين مع بعض فان بيجي له مكالمة من ابوه فبيخرجوا معه لش انوصلوا للعربية وبنعرف انه هيمشي بسبب ان امه تعبانة ولما فان بيرجع البيت بيلاقي الدنيا متكسرة وبيشوف ابوه وربط امه في ايده فبيسأله عن اللي حصل وبنعرف انه وقتها امه دخلت في حالة هستيرية مرة واحدة وبنعرف كمان ان ابوه عاوز ينفصل عنها لكن فان بيقوله انهم لازم يخدوها للمستشفى وهم قاعدين مع بعض ابوه بيعرفوا انه مش هيقدر يسافر معاهم علشان يعالجوا امه في بيكين بسبب الشغل اللي وراه وبيديله الفيزا بتاعته لكن فان بيقوله ان مش كل حاجة يحلها بالفلوس بعدها بيطلع يتصل على تشوف فبتقوله انها تسافر بيكين بكرة بسبب تدريبها اللي غيره معاده وفان مش بيرضى يقولها انه مسافر هو كمان بكرة ولما والدت فان بتحاول تتصل على جزها وما بيردش عليها بتتخانق مع فان علشان كذب عليها وقال لها ان ابوه في انتظارهم والدكاترة بيحاولوا يهدوها ووقت ما فان بيخلص شوية ورق بيقابل تشوف الصدفة فبيسألها بتعمل ايه وبترد انها تعبط شوية وبتسأله بيعمل ايه هو كمان وبتعايت لانها بتفتكر وتعبان لكنه بياخدها على جنب وبيفاهمها ان امه هي اللي مريضة وبتتعالج نفسي وتاني يوم بنشوف تشو هي رايحة زورهم في المستشفى وشوية والممرضة بتنادي على فان علشان يكلم الدكتور فبيستأذن وبنعرف وقتها ان الدكتور عاوز يعمل فحص علشان يتأكده ان كان مصب الاكتئاب الوراسي شبه امه ولا لا ووقت ما تشو قاعدة بتتكلم مع امه بتديلها اشر التفاح علشان تتمنى امنية فبتتمنى ان جزها ميطلقهاش وبتدخل في نوبة وفان بيتدخل على اخر لحظة وساعتها بيعودوا مع بعض شوية بعدما رحلوهم على المستشفى بخصوص الفحص اللي عملو ومستني ناتجته وعلشان يكرر ان كان هيكمل مع تشو ولا لا والتاني يوم بنشوف ام تشو هي بتساعد بنتها علشان ترجع للدراسة ووقت ما تشو فان قاعدين مع بعض في الجامعة تشو بتطلب منه وياخدها معه علشان تطمن على امه فبيسألها ان كانت خايفة من اخر مرة وبترد انها مش قلقانة ولازم تروح معاه وهما ركبين البص مع بعض تشو بتقول له انها عاوزة ترجع البيت علشان تجيب له امه دية وساعتها بياخدها لمحل زهور علشان يجيبولها بوكي ورد في نفس الوقت جينا بتشوف نتيجة الفحص الخاصة بفان وبتلاقيه سلبي فبتكرر تفرحه لكنها بتفضل وقفة على الباب لما بتسمع صوت تشو جوه لحد ما ابو فان بيدخلها ومش بترضى تجيب لهم سيرة التقرير وهم طلعين من الاوضة جينا بتسأل ابو ان كان شافت تشو قبل كده فبيرد انها بنت جميلة وبيطلب منها تقنع فان انه ما ينفصلش عنها لانه كانه يعمل كده لو اكتشف انه مريض وبترد انه مش لازم يقلق ووقت ما فان بيقرأ التقرير بيجي له مكالمة من تشو علشان تعرفوا انها خلصت الرواية بتاعتها وبتطلب منه يجي علشان يشاركوا في الانشطة الجماعية وبينلاحظ انه حزين بسبب التقرير اللي عارف من خلاله انه مريض ووقت ما بيجربوا كيس الجسس هما الاتنين تشو بتسأله عن الكلمة اللي هيقولها لو كان على وشك ان يموت فبيرد انهم لازم ينفصلوا وساعتها بتخرج من الكيس علشان تسأله عن السبب فبيعتذر لها لانه مش هيقدر يقولها وبتعيط وبالليل بنشوفها ويقعدة تعيط مع كاي بسبب انها مش عارفة السبب اللي خلاه ينفصل عنها وكاي بيحاول يهديها ولما تشو بتروح المكتبة المديرة بتطلب منها انها تنزل اعلان انهم محتاجين واحد وبتتصدم لما بتعرف ان فان استقال من عندهم ووقت ما فان بيلم هدومه كاي بيروح له على السكن وبينزيله ضربه في بعض لحد ما بيهدوا بيتكلموا مع بعض شوية وفان بيطلوا منه يخلي باله منها في نفس الوقت تشو بتفتكر الاوقات الحلوة اللي قضيتها مع فان في المكتبة وبتروح اكتر من مكان قاعدوا فيه سوا وبتفتكر ذكرياتهم فيه وهي حزينة على اللي حصلها في الاخر ووقت ما تشو ماشية مع كاي علشان تعرفوا على المكتبة بعد ما اشتغل معاها بيشوفوا فان وهو قاعد يصلى حاجة على الكمبيوتر فبيتصدموا وكاي بيقعد مكانه علشان يحلها وهي خارجة من المكتبة مع كاي ام فان بتتصل عليها فبتطلب منها تجيلها المستشفى علشان ياكلوا سوا فبتروح علشان تاكل معاها من غير ما تقولها على انفصلها هي وفان وقبل ما تمشي فان بيدخل عليها وبيتصدم وساعتها ام بتقوله ما يلومهاش علشان هي اللي جابتها هنا وبتطلب منه ياكل ولما ام بتطلب منها تجيلهم بعد كده فان بيقولها انها مش هتقدر تعمل كده من النهاردة وبيعرفها انهم انفصلوا وبتتدايق جدا وتشو بتستأذن وبتطلع التعايد برا ولما فان بيحاول يهدي امه بتنهر لانها بتكون فاكرة ان هي سبب في انفصله مع تشو بسبب المرض اللي عندها وفان بيحاول يهديها وبيتصل على ابوه وشوية وبنشوف الدكتور وهو بيقولهم يستعدوا للأسوأ بسبب المرحلة اللي وصلت ليها وبيطلب منهم ياخدوها علشان تتعالج في بيكين مرة تانية وفان بيقرر يأجل دراسته وشوية وبنشوفه وهو بيتكلم مع البروفيسور هو بخصوص تأجيله للدراسة بسبب امه اللي هتخد رحلة علاج طويلة وبيرد ان هيفضل مستنيه ووقت ما فان في المستشفى بيعرف ان كتاب تشو انطبعه وبيفرح جدا وساعتها بيقرر يسافر لها مخصوص علشان يهنيها بنفسه وهو مستني عند السكن بيشوفها ويراجع مع كاي فبيستخبه في جنب وبيفضل مرائبها من بعيد وهو مش قادر يقرب منها وهو ماشي جينا بتقابله فبتقوله انها عاوزة تتكلم معاه في موضوع ضروري فبيقعد معاه شوية ولما بتقوله انها لسه بتحبه ولازم يرجعه لبعض بيرد انه مش بيحبها وبيمشي ولما تشو بتروح المكتبة بعد فترة بتلاقيه معارضين اكتر من نسخة من كتابها فبتفرح جدا وبعد سنة بنشوف فان واهله وهم بيستعدوا علشان يمشوا من المستشفى بعدما امه تعالجت ولما بوب يفتح الدرج بيلاقي فيه زرف جينا بعد 8 سنة فبيفتحه وساعتها بيلاقي فيه تقرير الفحص فبينادي على فان وبتصدم لما مش بيلاقي عنده حاجة وبيطلع يتصل على جينا علشان يفهم منها وبنعرف وقتها ان هي لزورت التقرير بتاعه قبل كده علشان ينفصل مع تشو ويرجع لها لكنها قررت بعت له تقريره الحقيقي لما عرفت انه ملهاش اي فرصة في الرجوع ليه مرة تانية ولما بيروح يتكلم مع امه بخصوص تشو اللي بعد عنها طول الفترة اللي فاتت بالسبب انه كان فاكر انه مريض امه بتطلب منه يروح يدور عليها وما يستسلمش بسهولة ان كان لسه بيحبها وساعتها بيروح يستنها قدام السكن لحد ما بتطلع فبيروح يقولها انه رجع مرة تانية فبتطلع تجري وتاني يوم بيروح يتكلم معها على انفراد فبيحكي لها اللي حصل من البداية وبيفهمها ان جينا كانت السبب لانها زورت التقرير وللأسف تشو مش بتقدر تسمحه لانها ما كانتش هتتخلى عنه لو قالها الحقيقة وبتمشي ووقت ما فان رايح يفطر مع البروفيسور هو بيقابله وانجو ونوة فبيعرفهم على بعضه ونوة مش بتكون طيقه بالسبب اللي عملوا مع تشو وبتفضل تلقى حليبي الكلام وهي بتاكل وتاني يوم بيقابل تشو ولينك وهو جاب لهم الفطار لكنهم مش بياخدوا منه حاجة وبيمشوا وساعتها بيروح وراهم على المكتبة علشان يساعدهم وكاي ما بيكونش مرحب بيه وهما في المكتبة فان بيمشوا وراها في كل مكان وبيحاول يلفت نظرها لحد ما بتقوله يبعد عنها وساعتها بيعتذر لها وبيطلوا منها فرصة تانية لكنها مش بتعبر وبتمشي وشوية وبيحصل زلزال فبتطلع تجري مع كاي لحد ما بيخرجوا برا في نفس الوقت فان بيدور على تشو لحد ما بتروح له والسلم بيخبط في كدفه ولما بيخرجوا برا بيلحظوا ان فان متعور وتشو بتقرر تروح معا للمستشفى وتاني يوم بنشوف فانج وهو بيتكلم مع لينك بخصوص علاقاتهم اللي مش مستقرة بقالها فترة وعلشان كده بيفاهمها انهم مش يقدروا يكملوا مع بعض بسبب انهم عالمين مختلفين وبينفصلوا في نفس الوقت الدكتور بيقول لتشو تدخل تطمن على زميلها فبتدخل تلبسه تشيرت بتاعه وبتمشي ولما تشو بترجع السكن زميلها بيعرفوها انهم هيباتوا في الملعب لانهم خايفين ان زلزال يتقرر مرة تانية وهناك بتشوف فان وهو قاعد لوحده لكنها مش بترضى تقعد معاه وتاني يوم تشو بيجي لها اتصال من والدة فان فبتروح لها عالبيت وهم قاعدين مع بعض الباب بيخبط مرة واحدة وبيلاقوا فان وشوية عبوهم بيرجع هو كمان فبيقول لهم انه خد اجازة من الشغل ووقت ما تشو ايمة ابو فان بيدخل يقول لهم انه هياخد مراته وعلشان يجيبوا علاج جديد لفان وساعتها ام بتطلب من تشو تخلي بالها منه لحد ما يرجعوا وبتقفل عليهم الباب من برة ولما الوقت بيتأخر تشو وفان بيقرروا يخرجوا علشان يجيبوا لعلاك لكنهم بيلاقوا الباب مقفول عليهم وفان بيقول لها انه مالوش علاقة باللي بيحصل وبياكلوا سوا ولما تشو بتروح تطمن عليه تاني يوم فان بيمسكها وبيترجها اكتر من مرة علشان تسامحوا وتديله فرصة تانية وبيتصلحوا وهم بيتفرغوا على التلفزيون تشو بيجي لها مكالمة من نوع بسبب ان باب المعرض تقفل عليها ولازم تيجي علشان تفتح لها ولما تشو بتقول لفان انهم لازم يخرجوا من هنا بيقول لها انه ممكن يفتح الباب من خلال التلفون وبتتصدم لانه ما عملش كده بارح والصبح بنشوف تشو بعد ما صحيت على رسال فان ولما بيقول لها انه مستنيها برة بالفطار بترد انها مش فاضية فبيسيبي الفطار عند مشرفة السكن وهي ماشية مع زمائلها بتقابل فان فبيسألها عن سبب تجاهلها لي وبيقرر يحضر معها المحاضرة بتاعتها واللي بيقضيها في النوم وهم ماشيين سوى البروفيسور هو بيقابلهم فبيسألوا عن سبب وجوده لدلوقتي وفان بيتحرج لانه كان كذب عليه وقال له انه هيمشي بسبب النوم متعبانة وساعتها بيروحوا لنظفوا المعمل هما اللي اتنين ولما تشوف بتشوف كيس الجسس بتفتكر وقت ما قالها انهم لازم ينفصلوا فبتعضوا في ايده هما عادين سوى فان بيعرض عليها الزواج علشان تضمن انه يفضل معاها وبيحطوا خطتهم وشوية وبنشوف تشو زمائلها وهما بيستعدوا لحفلة التخرج وبنعرف وقتها ان تشو ما عرفتش حد من اهلها بسبب انها خايفة من ابوها علشان رجعت لفان مرة تانية في نفس الوقت بنشوف كاي وهو بيستابل اهلها في السر مع اهوانك فبيرحب بيهم وبيقولهم على خبر رجوع تشو لفان مرة تانية وابوها بيتدايق وساعتها بيروح يناديها من الحفلة وبيعودوا سوى ولما تشو بتعتذر له علشان خبت عليهم ابوها بيرد انه مش موافق على علاقتها مع فان لانها فضلت حزينة بسبب ومدة طويلة وشوية وبيجيلها مكلمة من والدة فان بتقولهم انها عاوزت قابلهم ووقت ما تشو قاعدة مع فان علشان يعرفه امه عملت ايه مع اهلها تشو بتضربه اكتر من مرة لانه كان السبب في كل اللي حصل لهم من البداية في نفس الوقت بنشوف هوانجو وبيقول كلمتين بمناسبة تخرجه وقبل ما ينزل كاي بيختارك الشاشة الوراء وبيظهر عليها صورة هوانجو ونوا فبيقوم علشان يتقدم لها والامن بيجروا وراء الحد ما بيحضنها وبيجروا وشوية وبنشوف فان وتشو بعد ما راحوا لأهلها وعرفوا سبب الانفصال وسمحوا فان وفي طريقهم والدة فان بتتكلم معاهم بخصوص البيت اللي عاوزين يجبوا لعيالهم علشان يتجوزوا فيه وبعد فترة بنشوف تشو وهي رايحة قابل فان علشان يلحقوا افتتاح الصالة الرياضية الخاصة بهوانج وساعتها بيفتكر مواقفهم الحلوة مع بعض وبيقول لنا ان تشو كانت الشخص الوحيد اللي قدرت تخرجه من عالم العزلة اللي كان عايش فيه وبقى انسان طبيعي وشوية وبيوصلوا لمكان الصالة وهوانج بيقول كلمته وبيلعبوا مع بعض شوية وبعد سنتين بنروح لفرحة تشو واللي بيكون على وشك انه يبدأ ووقت ما تشو دخل مع ابوها ناحية جزها فان بيروح علشان يمسك ايديها لكن ابوها ما بيكونش راضي لحد ما فان بيقوله انه بقى في مقام والده فبيسيب ايديها وبيقوله ما يزعلهاش علشان ما يندمش وشوية وبنشوفها وهي بتستعد علشان ترمي بوكيل ورد ولما وي هي اللي بتمسكه بتقولهم انها مش عاوزة تتجوز دلوقتي وبيتخنقوا عليه وفي النهاية بنشوف فان واتشو بعد ما رجعوا بيتهم وساعتها فان بيتصل على ابوه وهما قاعدين مع اهل تشو فبيطلب منهم ما ينفصلوش عن بعض مرة تانية ولما بيطلبوا منه يكلموا تشو بيرد انها بقت ملكه وبيفصل للسكة وبكده بيكون خالص مسلسل النهاردة